تبقى الإذاعة وسيلة الاتصال والأعلام الترفيه الأكثر وصولاً لجميع فئات مجتمعنا. يمكن أن تصل الإذاعة إلى أبعد المناطق وأكثر الناس تهمشاً. تلعب الإذاعة دوراً أساسياً في المصالحة والمشورة والوساطة من أجل توطيد علاقات إنسانية منسجمة تعزز السلام لمواجهة النزاعات المدنية والوطنية والدولية. نحتفل هذا العام باليوم العالمي للإذاعة تحت شعار الإذاعة والسلام. في وقت نواجه فيه تصعد المعلومات المضللة والاستقطاب والتطرف العنيف. وكذلك تضعف عدد الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية من بين العديد من التحديات المجتمعية والطبيعية الأخرى. لذلك دعونا نستخدم الإذاعة للقضاء على هذه التحديات الصعبة من خلال برامج متوازنة وشاملة تعزز العلاقات السلمية. أخيراً نشيد بجميع الابتكارات التكنولوجية التي تسهل الوصول إلى الإذاعة وتوسع بث برامجها لنشر رسائل الصداقة والأمل والسلام. أتمنى لكم يوماً إذاعياً سعيداً في كل أنحاء العالم. ترجمة نانسي قنقر